السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى متابعين سوف أقدم اليكم اليوم تفسير شامل لحلم الشعر للمطلقة في المنام فتابع معنا أولا تفسير حلم الشعر المجعد للمطلقة إذا رأت المرأة المطلقة في منامها بأن شعرها مجعد ومنظره جميل ويبعث الصرور في القلب فالرؤية دلالة على بداية مرحلة جديدة ستتنفس من خلالها الحالمة الصعدة وسوف تشك طريقها إلى عالم جديد مليء بالأحداث والمفاجآت الصرة تفسير حلم الشعر الناعم للمطلقة ترمز رؤية الشعر الناعم والأملس في منام المرأة المطلقة إلى فتح أبواب الفرق واليسرى على مصرعيها ويكون طريقها ممهدا ومستويا لبلوغ الغايات وتحقيق الأهداف وترمز أيضا إلى تلاشي الهموم والأحزان وحل المشاكل والخلافات تفسير حلم الشعر المنكوش للمطلقة أما إذا رأت المطلقة في منامها بأن شعرها منكوش فالرؤية ترمز إلى التشاؤم واليأس وخلق حالة من الفوضى والتشتت والضياع وعدم إحساسها بالاستقرار والأمان والرضى عن الحياة التي تعيشها وترمز الرؤية أيضا إلى اعتراضها وتزمرها على الكثير من الأمور ودائما ما تكون محتجة على كل شيء يواجهها تفسير رؤية الشعر المبلل في منام المطلقة إذا رأت المطلقة بأن شعرها مبلل فالرؤية تشير إلى مرورها بضائقة مالية أو نفسية وقد تتورد بمشكلة شائكة وصعبة الحل وربما كانت الرؤية إشارة إلى ارتباطها من جديد بشخص غير مناسب لها ولا يصدقها القول تفسير حلم الشعر الكسيف للمرأة المطلقة في حال رأت المرأة المطلقة في منامها بأن شعرها كسيف وسميك وجميل فسوف يصيبها رزق وخير كثير وتتحسن أحوالها النفسية والمدية تفسير حلم الشعر الخفيف للمطلقة ترمز رؤية الشعر الخفيف في منام المطلقة إلى الفراغ العاطفي وشعرها بالوحدة والعزلة في المرحلة الحالية وترمز أيضا إلى النقص الواضح في الموارد المالية تفسير حلم الشعر الطويل للمطلقة يشير الشعر الطويل للمطلقة إلى الإجبال على مستجدات وتغيرات إيجابية وسوف تسري حياتها بالتفاؤل والفرح والأمل تفسير الشعر القصير للمطلقة يشير الشعر القصير في منام المطلقة إلى حسن موضوع والرغبة في إجراء تغيرات وتعديلات والبدء من جديد ونسيان الماضي والذكريات المؤلمة والانتقال إلى مرحلة جديدة وحال أفضل تفسير حلم تساقط الشعر للمطلقة رؤية السيدة المنفصلة عن شريك حياتها حلما يتساقط فيه شعرها يدل على تعرضها المشكلة أو عدة مشكلات ولكنها عابرة وغير مؤسرة على مجرى حياتها وبعد مرور فترة من الوقت ستنجح في التصدي لها حتى تتمكن من حلها جميعا وإذا رأت المطلقة أنها تقوم بربط شعرها وتشكل منه ضفائر من أجل أن تتفادى مشكلة التساقط فيشير المنام إلى أنها امرأة تعتمد على نفسها وتستطيع إيجاد الحلول لأي مشكلات واجهة تفسير حلم خروج الشعر من الفم للمطلقة يرمز حلم الشعر في الفم للمطلقة إلى أنها ستتعرض للضرر وسيلحق بسمعتها الأزى بسبب كلام يقال عنها من قبل بعض الأشخاص التافهين الذي يحبون الغيبة والنميمة وفي الحلم إذا استطاعت الحلمة إخراج الشعر من فمها بنفسها يدل على أنها ستتخلص من كل الأعباء التي كانت بسبب الزواج السابق تفسير حلم قص الشعر للمطلقة إذا رأت المرأة المطلقة أنها تقوم بقص شعرها في المنام فهذا يدل على شعرها بأنها مقيدة وأن كل من حولها يتحكمون بحياتها ويتدخلون بشؤونها الخاصة وقص الشعر هنا يأتي بمثابة ثورة من أجل التحرر من القيود والتخلص منها بشكل نهائي تفسير حلم ألوان الشعر للمطلقة تفسير الشعر الأسود للمطلقة يدل على حدوث أمور تغير حياتها للأفضل وربما الالتقاء بشريك العمر الذي سيساندها ويعودها عن حياتها الماضية تفسير حلم الشعر الأصفر للمطلقة يدل على تغيرات وتطورات مفاجئة على الصعيد المادي أو العملي ويشير الحلم إلى زيادة الثقة بالنفس والجراءة والشجاعة تفسير حلم الشعر الأحمر للمطلقة يدل على انطلاقة جيدة وإحراس تقدم ونجاح في مجال معين قد تقدم المهني وصول إلى مراتب مهمة عالية أو نجاح علاقة عاطفية والارتباط بالشخص المناسب الشعر الأشكر للمطلقة يدل على تغيرات جديدة وتطورات ومستجدات إيجابية يدل على احترامز ملأها وذلك إذا كان الشعر جذابا ويعجبها وإذ لم ينال إعجابها فهو رمز لسوء الحالة النفسية والمدية وقسرة الضغوطات الشيب في المنام للمطلقة يشير الشيب في منام المطلقة إلى مخزون كبير من المعلومات والخبرات الواسعة وزيادة النطجة والوعي والأفكار والأراء الإيجابية أيضا الحلم بشرى بالزواج من الشخص المناسب والتمتع بحياها دئة ومستقرة رؤية المطلقة في المنام أن لها ضفيرة طويلة وجميلة يدل على سمعتها الحسنة وعلاقتها الجيدة مع الأصدقاء والجران تشير الغرة في المنام للمطلقة إلى أنها راضية تماما عن قرار طلقها وانفصلها عن زكا وأنها غير نادمة عليه تفسير حلم السعلبة للمطلقة تدل على أنها تشعر بالانكسار والانهزام ولديها شعور بأنها ستصاب بالفشل في بقية حياتها مما يؤدي إلى إحباط وانخفاض مستواها السعلبة في منام المطلقة تدل أيضا على أنها لن تيأس أبدا بل ستعصر عن طريق النجاة الذي سيخرجها من الحالة التي هي فيها البروكة أو الشعر المستعار ولبسها للمطلقة تدل على أنها تحاول إخفاء حالتها عن الناس وتدل أيضا على أنها تسعى للارتباط بشخص عن طريق التغيير والتجديد في حالها وتدل البروكة في منام المطلقة على متاعب وصعوبات تفسير حلم تسريح الشعر للمطلقة يدل على إيجاد حل لمشكلة عالقة منذ زمن تفسير حلم لف الشعر للمطلقة يدل على تغيير جديد في حياتها كالارتباط أو إيجاد فرصة عمل مناسبة تفسير حلم الشامبو للمطلقة يدل على فترة انتقالية جيدة تشعر فيها الحالمة بالراحة والسعادة احتراق الشعر في المنام للمطلقة يدل على تجارب مؤلمة ترقت أثرا سلبيا في نفس الحالمة وشعرها باليأس والإحباط وعدم سير الأمور كما تريد وتشتهي من جهة أخرى تدل الرؤية على الخسارة المادية والتعرض لظروف سيئة يشير شد الشعر في منام المطلقة إلى دخولها في علاقة جديدة مع أحد الأشخاص ولكنها تشعر بالقلق والتوتر أو حدوث مضايقات من طالقها السابق بسبب الأبناء تفسير رؤية غسل الشعر بالشامبول المطلقة يدل على نسيان الماضي بكل مأسي وذكريات المؤلمة وإلى هنا تنتهي حلقتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد لا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد لنا إلى اللقاء